السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الكوتش عبد الله اليوم سنتكلم إن شاء الله عن القلب فوائده على الجسد وما هي الدرائر التي يصاب بها الجسم عند خفق القلب عن أداء واجبه لنتعرف عن واجب ودور القلب إنه يضخ الدم من وإلى جميع أعضاء الجسم عن طريق الأوعية الدموية ولهذا في عيد الألحى لما يذبح الخروف يتركل بكل قوة لأن الأعضاء تطلب الدم من القلب والأخير يضخ الدم بكل قوة لكي يوصله للأعضاء ولكن الحنجر مفتوحة يقوم القلب بتدوير الدم من خلال مسارين الدائرة الرئوية والدائرة الجهازية في الدائرة الرئوية يترك الدم غير المؤكسج البطين الأيمن للقلب عبر الشريان الرئوي وينتقل إلى الرئتين ثم يعود الدم المؤكسج عبر الوريد الرئوي إلى الأذين الأيصر للقلب الدائرة الجهازية يخرج الدم المؤكسج من القلب وينتقل عبر البطين الأيصر إلى الشريان الأورطي ومن هناك يدخل الشريان والشعيرات الدموية حيث يزود أنسجة الجسم بالأكسجين يعود الدم غير المؤكسج عبر الأورد إلى الوريد الأجوف ويعيد دخول الأذين الأيمن للقلب طبع القلب هو أيضا عضلة لذا فهو بحاجة إلى إمدادات جديدة من الأكسجين والمواد المغذية أيضا بعد خروج الدم من القلب عبر الصمام الأبهري تقوم مجموعتان من الشرايين بإحضار الدم المؤكسج لتغذية عضلة القلب الشرايان التاجي الرئيسي الأيصر على جانب واحد من الشرايان الأورطي يتفرع إلى الشرايان النازل الأمام الأيصر والشرايان المحيطي الأيصر تفرع الشرايان التاجي الأيمن إلى الجانب الأيمن من الشرايان الأورطي يحتوي القلب على خلايا جهاز تنظيم ضربات القلب الكهربائية والتي تتسبب في انقباضه مما ينتج عنه نبضات القلب يحدث انقباض القلب السليم على خمس مراحل في المرحلة الأولى الانبساط المبكر يرتاح القلب ثم ينقبض الأذين لدفع الدم إلى البطين بعد ذلك تبدأ البطينات في الانقباض دون تغيير الحجم ثم تستمر البطينات في الانقباض وهي فارغة أخيرا يتوقف البطينان عن الانقباض ويسترخيان ثم تتكرر الدورة تمنع الصمامات الارتداد مما يحافظ على تدفق الدم في اتجاه واحد عبر القلب بحلول نهاية اليوم سيكون قلبك قد خفق حوالي 100 ألف مرة حوالي 60 إلى 80 نبضة في الدقيقة سيدخ هذا حوالي 6 لتر فاصلة 8 من الدم في الدقيقة من خلال حوالي 97 ألف كيلومتر من الأوعية الدموية الموجودة في جسم الانسان مرض الشريان التاجي هو الشكل الأكثر شيوعا لأمراض القلب والسبب الأكثر شيوعا لفشر القلب ينتج المرض عن تراكم التهر الصبات الدهنية في الشريان مما يقلل من تدفق الدم ويمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية إذا كان ضغط الدم لديك مرتفعا فيجب على قلبك أن يعمل بجهد أكبر مما ينبغي لتوزيع الدم في جميع أنحاء جسمك بمرور الوقت يمكن أن يؤدي هذا الجهد الإضافي إلى تصلب عضلة القلب أو ضعفها بشدة بحيث لا تتمكن من ضغط الدم بشكل صحيح تحافظ صمامات القلب على تدفق الدم في الاتجاه الصحيح تلف في الصمام يسبب عيبا في القلب تضرر عضلة القلب يمكن أن يكون لتلف عضلة القلب أسباب عديدة بما في ذلك أمراض معينة والعدوى وتعاطي الكحول بكثرة والتأثير السام للأدوية مثل المخدرات الكوكاين أو بعض الأدوية المستخدمة في العلاج الكيميائي يمكن أن تلعب العوامل الوراثية دورا أيضا يحدث التهاب عضلة القلب بشكل أكثر شيوعا بسبب فيروس يمكن أن يؤدي إلى فشل القلب في الجانب الأيصر إذا لم يتشكل قلبك وغرفه أو صماماته بشكل صحيح يجب أن تعمل الأجزاء الصحية من قلبك بجهد أكبر لضخ الدم مما قد يؤدي إلى فشل القلب عدم انتظام ضربات القلب تؤدي إلى تسريع ضرباته وعمل إضافي لقلبك أيضا بطء ضربات القلب إلى فشله يمكن أن تسببها أمراض أخرى مثل مرض السكري أو فيروس نقص المناعة البشرية أو فرط نشاط الغدى الدرقية أو خمولها أو تراكم الحديد أو البروتين قد تساهم أيضا في قصور القلب المزمن الحساسية أو أي مرض يصيب الجسم كله مثل جلطات دموية في الرأتين التهابات شديدة استخدام بعض الأدوية فيروسات تهاجم عضلة القلب يعد انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم إلى خلل في جهاز الدورة الدموية يعمل ارتفاع ضغط الدم في كثير من الحالات مثل انخفاض ضغط الدم يجب التخلص من الكوليستيرول من النظام حتى يتدفق الدم بحرية أكبر تحدث هذه الحالة بسبب اتباع نظام غذائي غير لائق وعدم كفاية الراحة والتمارين والرياضة ونقص الحيوية داخل النظام ارتفاع ضغط الدم معناه هناك زيادة في تكتل الدم من النزلات وزيادة المواد اللزجة واللافينية التي تحمل الدورة الدموية بشكل عام هناك انسداد في الأمعاء بسبب فضلات الجسم المتعفنة مما يجعل من الضروري تطهير أجهزة الإخراج من أجل تنقية الدم عندنا عدة خضر وفواكه تساعد على وقاة القلب من الأمراض ونذكر بعضها البروكلي والهيليون مليء بالعناصر الغذائية القوية مثل الفيتامينات سين وياء والبوتاسيوم وحمض الفوليك والكالسيوم والألياف الفواكه مثل البرتقال والشمام والبابايا غنية بالبيتا كاروتين والبوتاسيوم والمغنيزيوم والألياف حفنة من المكسرات الصحية مثل اللوز أو الجوز ستشبع جوعك وتساعد قلبك التوت مليء بالمغديات النباتية الصحية للقلب والألياف القابلة للذوبان جرب التوت الأزرق أو الفراولة أو التوت الأسود أو التوت العليق تحتوي بذور الكتان على أحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف والأستوجينات النباتية لتعزيز صحة القلب خذها في شكل مطحون أو كامل لجني أكبر فائدة توفر بذور الشية أيضا أوميغا 3 والألياف والبروتين ويمكن تناولها كاملة الفاصولية المجففة والعدس الحمص البنتو الفاصولية السوداء غنية بالألياف وفايتامينات الباء والمعادن والأشياء الجيدة الأخرى الخضروات الفلفل الحار الجزر والبطاطا الحلوة والفلفل الأحمر والطماطم والقرع مليء بالكاروتينات والألياف والفيتامينات لمساعدة قلبك السبانخ وكذلك الحال بالنسبة للكرنب والسلق السويسري والخردل والبوك تشيوي كلها نستطيع أن نستخدمها في سندويشات وفي السلطات الشوكولاتة الداكنة أو الكاكاو مفيدة لصحة قلبك كلما زادت نسبة الكاكاو كان ذلك أفضل حاول أن تأكل الأطعم التي هي في شكلها الطبيعي كما تأتي من الأرض ومن ناحية الأحشاب عندنا الكين وهو الفلفل الأحمر الحار يساعد على تسهيل جريان الدم في الشرايين ومعه زعرور التوت قد يتفاجأ الشخص عندما يعلم أن فوائد نباتي الزعرور تشمل صحة القلب وتدعم المحافظة على صحة ضغط الدم والكوليستيرول ولها خصائص مضادة للأكسد وللالتهابات خلاصة القول كلما كان الدم نظيفا وما جراهه صحيح بدون عراقل معناه أن جميع أعضاء الجسد هي بخير وصحة وعافية المرجو استشارة دكتورك الخاصة بك وشكرا نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا أعجبكم الفيديو فضلا شاركوه مع أصدقائكم واشتركوا في القناة مع الإعجاب والتعليق شكرا شكرا